تحياتي هذا الفيديو رح يكون بعنوان رياضتنا إلى أين أو كرتنا إلى أين يا ترى أساساً نحن لسا في عنا رياضة ولدفنوها بشكل كامل اتحاد كرة قدمنا وكما مدربنا واللاعبين بعد خسارتنا مبارح أربعة ثلاثة أمام فلسطين للأسف صار فينا نطلع ونقول ونحكي قدام كل الناس ونحكي قدام كل الناس بعد مباراتنا مع أستراليا في الملحق الآسيوي للتأهل لكأس العالم صار في عنا نشوة كثير حوية وكثير قوية لنحن لسا في عنا منتخب كثير قوي وكثير مهم لكن نكشفت العورة أمام كأس آسيا الذي نحن تزيلنا الترتيب وبعدين تعين سيد فجر إبراهيم ولكن خريني بس أرجع شوي لشي قديم شوي لتعيين شتنغي شتنغي المدرب لعمره كبير واللي كانت أهم إنجازاته هو تحقيق كأس ألمانيا الشرقية عام 1973-1974 طبعاً ما عنده أي سيفي بعدين جابونا سيد فجر كمان ما عنده أي سيفي طبعاً خسرنا خسارة كثير كبيرة قدام إيران خمسة صفر ورجعنا لحقنا تجاكستان أوزباكستان وهي الفرق اللي بعمره ما كانت تحلم إنه نحن تربح علينا مثل لبنان مثل فلسطين وتعادلنا مع اليمن مع الهند صار أي خريق بيقدر إنه يقول سلام يا سوريا باي باي سوريا وبنتيجة عالية جداً وبنتيجة عالية وبنتيجة تقيلة كمان طيب هلأ يا ترى نحن شو بقى المطلوب من نحن 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 واجبنا كجمهور كأعلام شو لازم نحن نقول استقال فادي دباس باتحاد الكرة أوكي الله معه هاي هي المشكلة لا أكيد معنا هي المشكلة لواء موفق جمعة يستقيل كمان هنا هي مشكلة المشكلة صار عنا أكبر من هكي صار في عنا منظومة كاملة اليوم لازم نطلع ونحكي كل ياتنا وهذا الفيديو هو أول فيديو باعتد لازم يتناولوه كل الإعلاميين وكل الصحفيين الرياضيين ويقولوا ويعلوا الصوت بشكل عالي كتير كبير ويقولوا إنه لازم بقى هذا إتحاد الكرة ولازم بقى منظومة اللعبة بسوريا منظومة كرة القدم لازم تتغير بشكل كامل لازم تتغير بشكل كامل لأنه هالجمهور من حقه يفرح بقى من حقه يعيش لأن واقيان هاي الرياضة الوحيدة هي اللي بتقدر تجمعنا كل ياتنا وتفرح قلبنا نحنا كسوريين بعد حرب ثمان سنوات أكيد لازم تسلموا الخباز وتعطوه خبزه حتى لو أكل نصه حتى لو أكل نصه جيبوا بقى محمد عفش كردغلي نزار محروس قويض جورج خوري كل هؤلاء الأسماء لازم الواحد يعتمد على اليوم عيب بقى عيب نحنا بقى اليوم لازم نحنا نعتمد على شيء اسمه لاعبين كرة قدم يعطوا من قلبهم بيحبوا سوريا بفعلا بحبوا سوريا مو نجيب اتحاد كرة ما بيفهم شيء بالرياضة ولا بيفهم شيء بكرة القدم ونسلموا شيء جيبوا لنا بقى مدرب مثل العالم الو سيفي فتحوا بقى هذا الكيس وطلعوا المصاري الموجودة يعني بتكون تتدقوا وتقولوا لنا انه ما معكم مصاري ما هيك طيب اوكي رح نصدق انه معكم مصاري بس في عنا نحنا مدربين كتير كبار قادرين انه نحنا نكتب اسمهم بالذهب ويكتبوا اسم الكرة السورية بالذهب حاجة بقى استحوا على حالكم ولازم يكون في عنا رياضة بقى لازم نفرح لانه هي الرياضة هي بقلبنا هي بقلب كل سوري ومن حق السوري يفرح